الجلاكي الجهاز الهضمي يبدأ الجهاز الهضمي للجلاكي بفتحة الفم والتي تقع في قاع القمع الفموي ومنها إلى التجويف الفموي لينقسم إلى أنبوبتين الأنبوبة الأولى الظهرية وهي المريء والأنبوبة الثانية البطنية وهي البلعوم وتسمى أيضاً بالأنبوبة التنفسية وتغلق بنقاب ويحمل اللوامس النقابية والتي تمنع دخول المواد الضارة للأعضاء التنفسية وهي مغلقة من الخلف وبعدها يأتي المريء يصل للمعدة ومنها للأمعاء والتي تتميز بالصمام اللولبي ومنها إلى المستقيم والذي ينتهي بفتحة الإست وهي فتحة مستقلة أما بالنسبة للأجهزة المساعدة للجهاز الهضمي فيوجد زوج من الغدد اللعابية في العضلات تحت البلعومية تفتح بقناة لعابية تحت اللسان حيث يمنع اللعاب تجلط دم الفرائس الذي يتغذى عليه البيتروميزون الكبد وهو عبارة عن فصين لا توجد حويصلة صفراوية ولا مجرى صفراوي ولكن توجد الحويصلة الصفراوية فقط في يرقة البتروميزون أما بالنسبة للبنكرياس فيوجد على هيئة كتل في الكبد أي إنه لا يوجد منفصلاً وإنما يسمى كابداً بنكرياسياً وأخيراً يتميز البتروميزون بعدم وجود طحال